عشان كده الصورة اللي قدامنا دي صورة زي الواحد بيفكر How to think وربنا خلق عقلنا وعايزنا نستخدمه في حياة الإيمان فبيقول إنك تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك نعم فإحنا مش بنحط مخينا برى الباب لما نيجي نتعامل مع الكتاب المقدس إحنا مخينا جزء مهم جدا الله عايز يستخدمه وإحنا بنقرأ الكلمة المقدسة نعم وده شيء عايزين نركز عليه إحنا مش ضد العلم ومش ضد تشغيل المخ ومش ضد الأسئلة إحنا نرحب بكل ده بالعكس لازم بالضبط ومن غيرها مش هنفهم حاجة فيه قناعة بالضبط فيه إيمان قلبي ولكن فيه إعلان بالضبط جهار لأنه أنت مقتنع عقليا ولكن مؤمن قلبيا بالتأكيد والاثنين مطلوبين نعم ما ينفعش يكون إيماني إيمان هلامي كده مالوش أساسات بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله فالإيمان وسيلة فهم نعم وده اللي بنشجع الناس أو المشاهدين الأحباء أنهم يساعدون في الحلقات دي بالمتابعة عايز أحط الصورة دي هي عبارة عن الخمس حواس اللي عندنا اللي بيها بنعرف الأشياء الحواس دولة مهمين جدا فهو النظر والسمع والشم واللمس والتزوق أي حاجة تقع خارج الحواس الخمسة ما أقدرش أدركها ده زي ما نحاول أستنتجها تمام الحواس الخمسة دي بتوديني العالم المادي الله روح فهو خارج العالم المادي فييجي يقولولي ما أقدرش أثبت ربنا في المعمل أقول له ربنا روح مش هتنفس في المعمل تمام ده مش قصور في ربنا ده قصور في المعمل إن لعنده بس الخمس حواس دول وما يقدرش يطلع براهم الحاجة التانية إن حتى الحواس الخمسة طبعا أنا باحترمهم جدا وهمين جدا لكنهم محدودين فمثلا السمع إحنا بنسمع في موجة معينة لو قلت الموجة دي قوي ما بسمعش لو زادت قوي ما بسمعش لكن في صوت حاصل عشان كامل عندنا الألترا ساوند في ساوند وألترا ساوند الألترا ساوند ده ممكن أحول له الموجات وأشوف بيها الجنين واستخدمه في الطب الطرق كتير جدا طبعا تتكلم أنت كطبيب طبعا دي حاجات بنعملها بنعملها كنا باستمرار فلعايز أقوله أن الحواس الخامسة مهمة جدا 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 لكن لازم نفهم عنها حاجة أنها محدودة يعني النظر أقدر أشوف لمسافة معينة لكن في مسافة بعد كده ما أشوفهاش الترابيزة دي مش هقدر أشوف كل الجزائقات اللي موجودة عليها مش معنى كأنها مش موجودة بس أنا محتاج تيليسكوب سوري مايكروسكوب عشان أشوف التفصيلات على الإزاز دهو تمام فلعايز أقوله أن احنا بنقول نستخدم مخنا طبعا بس لما المخ يصل لمرحلة وما يقدرش يكمل بعديها مش هصير أقول لأ مدام مش قادر أشوفه بعيني يبقى مش موجود لأ جيب الجهاز المزبوط جيب التليسكوب جيب الميكروسكوب وبص هتلاقي وده دور الإيمان طبعا مش كل شيء أنا لا أقدر أن أفهمه معناته لازم أنكره بالزبط كثير حاجات ما أفهمش أسرار الكون الفسيح بالزبط أو بلاش أنت كطبيب يعني كل أجزاء الجسد وكيف المخ بيشتغل والنفس والروح وكل هاي في الجسد الواحد طبعا لسه بنتعلمها فوق إدراكنا بالزبط وبعدين مش معنى أن أنا مش فاهم أن أنا مش همارس حياة الإيمان عايز أقول في مثال كده وأنا بركب الطيارة مبارح عشان أجي هنا قلت أنا ما عرفش الميكانيكس بتاعت الطيارة وما كشفتش على الشهادات بتاعت الطيار وما عرفتش إزاي الهايدروليكس بتشتغل لكن كان عندي إيماني أن أركب الطيارة وعارف أنها سليمة فمش لازم أتوصل للميكان بالزبط كده فأنا مش لازم أفهم كل حاجة عشان أمارس الإيمان الإيمان أن أنا ركبت جوة الطيارة دي بثقة لأنني عارف أنها تكون مزبوطة موسيقى